من عمد تسجيل غياب جمال بل عمري الان والله شوف احنا قبل ننظر الى اللاعبين وحتى غيابه قلنا نتكلم صراحة من حقي اخي على راتبي اذا انا راتبي اجل فترة طويلة وما اخذ راتبي انا جاي محترفين اليه قلنا السؤال هذا انا جاي محترف لي جاي عشان سواد عيونك لا جاي عشان مصدر رزقي هي كرة القدم فيجب عليك انك انت تغطين راتبي مسألة احنا نقول احيانا نقولك والله بالنسبة لللاعب السعودي صح اللاعب السعودي اهلا هنا موجودين هنا وممكن تدبر امور لكن اللاعب الغير السعودي وش يسوي فيه من وين حيجيب له فلوس من وين يرسل لأهل فلوس اسرته وعائلته في بلده اللي تنتظر منه انه يدعمها فله السبب انه اقول بالنسبة لللاعبين الغير السعودي لا يجب انه وحتى اللاعب السعودي اساسا بس اللاعب السعودي ممكن يدبر حانا ويدبر وضع لكن بالنسبة لللاعب الغير السعودي لا ونادي شبابنا يعني بصراحة يعني هذا ما هو انا اقول سؤال يعني المفروض لا كل من يرى في نفسه عدم القدرة وفي تدبور في تدبير الامور المالية بالنسبة للنادي فعليه انه يترك النادي سراحة يعني ادارة كاملة انا ما احكي عن شخص احنا ادارة كاملة يعني احنا تعودنا انه اللوم الرئيس لا كل الادارة كاملة بعد الرئيس جاي ومعاه اعظام مجلس ادارة وموافقين على بس ما لشه مساعد لو ترك الرئيس الان طيب ما في اي شخص الان راح يستلم ادارة نادي الشباب لماذا هذا شجاعة من عبدالله القريني شجاعة فان النادي يروح ضحية النادي اذا عنده محبين هم يجون يديرون اعضاء شرف يجون يديرون النادي ولكن انت لا تترأس النادي وانت ما عندك القدرة حتى على تصريف امورها المالية هذه مشكلة كبيرة احنا بوقت